من جديد برحب بكم ضيفتنا داخل الاستوديو زي ما تعودنا دايما انه يكون معانا اختصاصي اما نفسي او مرشد نفسي او اختصاصي اجتماعي معانا داخل الاستوديو الاستاذة نعمة فضل السيد محمد فضل السيد اختصاصي اجتماعي صباحا خير عليك ومنوري شاشة الدروان صباحا نور اديك العافية تسلم ومرحب بكم ومرحب بغناتون دروان الله اديك العافية استاذة وعايزين نتكلم الليلة عن الاطفال يعني عايزين نديم جزء من حقهم علينا وعايزين نعرف احنا كيف ممكن نربي الاطفال وكيف ممكن نتعامل مع الاطفال والتفاصيل الصغيرة اللي بتكون خافية على كتير من الامهات لكن اول سؤال انا ممكن اسأله لك يعني متين بنبدأ نغرس في الاطفال او نبدأ نربي الاطفال من عمر كم طيب الاطفال طبعا من اهم الشرائح الموجودة عندنا ونحن ما قاعدين نحترم وقولهم صراحة يعني هم شخصيات ذكية جدا بتفهم يعني احنا عندنا بينالقى في علم النفس النمو الطفل مما هو في بطن امه هو بيستوعب يعني الام بتكون لو كانت نكدية ممكن يأثر عليها على الجنين يعني بعدين فبنبدأ نحن نغرس فيه الحاجات دي مما هو في بطن الام بالإضافة انه لما يطلع برا في حاجات معينة المفترض نبدأ شنو يعني نفهم ليه في عمر السنة والسنتين بنلقى انه الطفل يعني فيه حاجة عايزة شيلة يعني مثلا اذا افترضنا انه هو شال الرمود طيب ممكن يكسروا يعني لو جينا شنو لا خلاص لا انه الحاجة دي غلط فبنبدأ نفهم انه يا اخي الصح ده الصح وده الغلط فالامهات عندنا طبعا اننا بعد الامهات انهم مرات بتكون حنينة شوية في حاجات كده ما يعني هي ما القصوة الشديدة اه وما اللين ايه مقلفة ميه مغلفة بقصوة يعني سيدنا علي بنها بيطالب بيقول في مقولة ليه وشهيرة ربوا ابناءكم لزمان غير زمانكم صراحة يعني احنا عندنا مرات يقول لك يا اخي بنا تليلا ما بيعرفي رب اولاده لكن غلط فبنلقى انه الجيلة اللي بيقوم هسي حاليا الام بتكون واعية متعلمة اه عندنا حاجة اسمها العلم النفس التربوي والدبي المناسبة عنده دور كبير جدا في تربية الاطفال في انه انت تعرف كيف تربي طفلك يعني انا اغرز فيه الالجابيات في انه يا اخي انا الليلة مثلا عندي صفات الحميدة انك انت كيف تعرف تتعامل مع الاكبر منك كيف تستسمر زمنك فبعدينك الام والابو اصلا قطوة يعني لما انه اقتدي بانه امي وابوي هما بيعملوا السلوك ده هو بشوف انه السلوك صحيح فلابد من انه يصلوا لمرحلة بتاع الوعي عشان انا اقدر اوصل ليه والفهم جميل طيب يا سازة يعني اذا انا سألتك الطفل انت قلت في ابدا من عمور انه هو من داخل بطنهم هو بيكون مدرك لكل التفاصيل اللي بتكون حوالينه بغض النظر عن الطريقة اللي بتصل بيها ليه والمعلومة لكن لكل مرحلة في طريقة بتاع التربية مختلفة عايزين اتكلم عن الحددية تحديدا طيب لانه فيه ناس ما عليش يعني فيه ناس بتربط يعني ما بعرف يدعاموا مع الطفال يدعاموا معهم كبار وهم في سنة صغيرة او يدعاموا معهم بيدلح شديد وهم كبار صح بنلقى مثلا الطفل من عمر سنة لحد عمر ثلاثة اربعة سنة في اللعبة المفردة لولا حسنا بتلقى الطفل بلعب بحاجات وراه يعني لو معاو اخوه ممكن يقول ليه لا فبيبدا شنو عن احنا من عمر سنتين اذا افترضنا لحد عمر اربعة سنين بنبدأ نغرس فيه الفهم في انه يا اخي ده الاصطاع في انه انت تلعب جماعي انا لما نجي اغرس فيه الحاجات دي بابدها كيف يعني مثلا هو طبعا هي الاطفال بالذات في المرحلة دي هي مرحلة بتاع التجليد طيب يعني انا مثلا لما نجي اه داير مثلا نجي عبر ريهو مثلا من ناحية الدينية الوضوء التعاون مع الكبير فبنبدأ نحنا بالراحة بنبدأ معاه انه يا اخا نحنا عايزين نصلي الولد بيكون داير يمشي مع ابوه المسجب فانا ببدا باغرس فيه الحاجات الدينية مثلا من ناحية اجتماعية انه يا اخي عيب انه تتكلم مع الناس الاكبر منك بصوت عالي تتكلم بفهم يعني تحترم الاكبر منك يلا انا بديهو حري الطراي في انه يعني مثلا دايما بيحاول افرد رايه الطفل بيطبعه مثلا لما يبدأ بيبدأ لك بانانية لكن كده اياني يلا العنادة دي انا بعتبيري انه لو اد عملت معاه بي نفس العنادة بيضرب بيمكن تدي لنتيجة عكسية بيعاني دكتور لكن انا عبدك كيف مثلا اد عاند يلا انت يا حبيبي بابا غلط انه نحنا ما صح نعمل كده يعني دايما يعني التعامل بعمف ده بيأسر على ناحيته النفسية بالاضافة للفهم يعني لما يكبر ممكن في حاجات كثيرة بتجنب لانه كان لما كان صغير ضربوه عشان اي اتغرست جواه عشان ما يكبر عليها ان احنا ما ندعامل بعمف طيب دي ممكن نقول انها حاجات مثالية او لا في اضافة عليها لا هي الحاجات المثالية هي مثلا طيب التعامل بعمف مع الاطفال التعامل بيفهم انه يا اخي هو كبير التعامل بيفهم انه يا اخي دا ما حقك ادي لاخوك عشان يلعب هو بيشوف انه يا اخي من احق انه انا العب على ملد اخوي معنى دي انانية طيب ان احنا يا اخي احنا طبعا اذا افترضنا انه ما احنا نتكلم مثلا نتكلم عن كل الشرائح الموجودة في السودان بيبدأ بنبدأ باشنو بنبدأ في المدرسة بنبدأ من البيت بعد اقمن الدرجة الروضة بعد اقمن الدرجة المدرسة انا لما نجي ابدأ اعاملوا معاملة كويسة في انه يا اخوانك في البيت هم اخوانك اللي بتلقوهم في الشارع الف الروضة الف المدرسة اد عامل معاهم بكيف يا اخي انه دا ما صح وده صح الزول مثلا حاجة ما حاجتك ما تشيله عشان انا اجي يلا معناته شنو عشان اجي اعلموا الامانة هنا اغرص فيه اي شي ما شي ما تشيله دي حاجتك انت اي خلاص انت لما انا اد عامل معاه بانه زول فاهم زول واعي زول مدرك يعني انت سي الطفل لما تجي تضربه ممكن يتعالد يعني المعاملة بيعون فيه لكن لما نجي اد عامل معاه بفهم وبراحة واجه اخدته وزي الناس الكبار جيت خطيته ياخي براحة كدينة قوعدين حدارين يتناغش انه مثلا التصرف دا خطأ ولا ما خطأ بيش مكو الخطأ حتى عملتاني كده اما هعمل عيب عيب فدايما يعني احنا لما نجي ند عامل مع الطفل يعني كأنهو شخصي ينديه كينونتو نديهو ومساحتو نديون هو زول واعي عندو دور في الاسرة بيفهم الحاجين وبين نناسبة في كتير من الامهات بتجاهلوا النقطة لا بتجاهلوا لا بتجاهلوا صراحة طيب في بعضهم برضي يا استاذة هما بيتعاملوا مع الطفل حسب حالتهم النفسية يعني الام زهجانة تضربه مبسوطة تتنس معه الطفل ذاته بيكون معرفه ذاته بيسوه فشنو يعني دي ما لديه والله دي مشكلة كبيرة طبعا بالذات يعني الام بالذات لو عندها مشكلة مع الزوج بتبدأ شنو؟ تجي تفضيها في الأولاد تفضيها في الأولاد وضغلت كبير صراحة يعني ممكن أسر في الحالة النفسية يعني انت بعد مرات لما انتلقى الأم اللي بتدعام بالفهم ده بتلقى الأولاد متفضين من حولها يعني الأولاد أول ما يجوا أبون احنا مع بعضا لو وديته هدية ممكن يمشي ادالي أبوه يخلي أمه ليه لأنه الأم هنا بيجي قاسية يعني الأم بي طبعا معروفة أنه هي عطوفة حنونة لكن طبعا ضغطة كبير جدا لأنه أنا بوصي كل الأمهات لأنه يا أخي مشاكلك الشخصية مع الزوج أو مع أي زول الأولاد ما عندهم طرف فيها نهائيا لأنه ممكن دايما ستلنوم شرخي كبير نفسيا في أنه يا أخي انت الليلة بتجي تضربيه وممكن يكون الضربة بعنف على قولة لكنت مثلا هي تجي زهجانة شديدة تضرم وممكن تأثر فيه يعني جسمانية آه جسمانية ممكن تأثر فيه يلا هو ممكن يكون والأسر الجسماني ممكن يكون خفيفة خفة لأنه ينتهي لكن الأسر النفسي أكبر بمستله وشرخ جواه يعني أنا ذاتي عشان شوف الطفل ده عشان أنا أقدر أنا أحدد اتجاهات مثلا لما هو صغير أستي زماني أنت سألوك السؤال حتى تبقوا شنو بعدين صح؟ ما ظل قلت إعلامي أكيد يا دكتوريا مهندس لأنه عندنا في توهان كده وفي كبسي بوس؟ للمواحد دوارة لكن أنا عشان أحدد مساهرة الطفل ده أنا بخدت ليه حاجاته الدائرة رغبة دهش بالمساء وطفلنا ده الأذكية جدا يعني هسي طبعا الفضابقة مفتوح القنوات مفتوحة الحاجات اللي بيحضرودي هم بيحاولوا يطبقوها كلها لكن لما يعني أنا إحنا أنا جيقدر أحدد ليه حاجاته فيه يا أخي أقرى شنو؟ أنت طموحاتك شنو؟ بيتميل ناحية شنو؟ ما أنا بجي بحدد ليه إنك إنت يا ولدي بعدين تبقى دكتور عشان تشيني باش أدمو أيوه هتدي وخليوه على حسن ميوله لكن طبعا ديه إحنا محتاجة منه يا أستاذ دكتور عشان تشيني لكن لا أنا والله يولدي دكتور أنا والدي مهندس سبعاني بوضو ده ويجي نتكلم عنه داليه صراحة لا داير ليه والله داير كتير جدا عشان يتكلم عنه لكن الأطفال هم دايما بعد سن بيقوموا بيمشوا المدرسة بيمشوا الروضة بيطلعوا الشارع تأثير البيئة دي على التربية بيكون كيف؟ هو طبعا بيبقى في حالة دايما الأمهات بيكون في حالة جذب وشد أنت بتطلعوا بيفهم من البيت يلا لكن نلقى أن في بعض الأمهات بيقوموا بيوفروا الأولاد جوا البيوت ودي مشكلة كبيرة أمشي خليه مش الشارع يعرف لكن أنت أي معلومة عرفتها تعال قول لي يعني أنت شنو أنا يعني دايما أصاحب أيوة الأمهات إنه يصاحبوا أولاده إذا كان ولده إذا كانت بيت أمشي الشارع أنت حت تجيني بيفهم تاني بكلام غريب لكن إنه الصح وين أنا أوريك الصح إنه يا أخي مثلاً كده ما صح كده غلط يعني بعد مرات أنا يعني شوف حتتينه مثلاً عاداتنا وتغاليدنا الجميلة المروعة إنه تخدم زول لو لقي تزول في الشارع ترفع عليه لو لاحظت مع الحاجات اللي بيك تحاصل راهنا الموجود بيكت في مشكلة منه يا أخي عيب ما تمشي لزول غريب بيكت دي مشكلة كمان دا كون براو في تخوف حاصل لكن مثلاً لما أنا أجي خليه يمشي الشارع يشوف يشاكلوا يتدققوا يشوف مصطلحات غريبة بيجي بيسأل يا ماما دا قال كده يا أخي دعيب ما صح دي كلمة خليها بالمناسبة هو ذاته ممكن إذا بيقت الأم واعية وفهمت الأطفال كده ممكن يكون هو ذاته مصلح في البرة هناك يعني ممكن اللي غرانوا اللي بيلعب معهم أو كده ما صح تعملوا كده يعني لو مثلاً هسي لو لحظت زمانك كان ممكن يكون فيه إثنين يتلموا على يود من أولاده الحلة ويدقوه يا أخي دعيب ما صح إنه حاجة دي ما بتحصل عشان إنه مثلاً نحصل حاجات زي دي فبدت حاجات كثيرة يعني الأمة تأخذ الأسوة بتاع التقويم يعني التقويم كل الأخطاء لهو ممكن يجيبها من الشارع أو من المطلق أي ما أمنوع من الشارع يمشي يمشي لكن بعد ذاك فيه يكون في تقويم قبل التقويم أنا لما نربيه على طريقة سليمة هو لما نمشي الشارع وهو تاني مع مشكلة يمشي الشارع أنا حتى لو حميته هاسي من الشارع لما نقبر حيمشي الشارع ولازم يكون حيكون مفيد للمجتمع أكيد 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 حيكون مفيد للمجتمع طيب يا أستاذة خلينا أمشي معاك لجانب بتاع الأطفال اللي هما ممكن يكونوا عنيدين وعصبيين جداً يعني بطبيعتهم كده خل ما أعرف الحاجة دي موروثة وممكن نحن نتعامل معاك طيب الأطفال العنيدين هم مراتي تعارف في نوع من أنواع بيقول لك الطفل العلماء الناس العموم بيقولوا الطفل السريع الحركة أو حركته كثيرة أسئلته كثيرة ده بيديل عني ذكاء الطفل العنيد هو طبعاً الطفل العنيد ده مرات بيكون شنو حركة دي أنا دا رعب أدعاند كده مرات بيقول لك شي موروث ما في حاجة موروثة لأنه يعني ممكن تكون أنت تدعاند على أبو كل أم أمه ولا أنتوا جيلا الراكب رأس هسا فالعنادة ممكن تكون نادجة من تربية العنادة بتبدأ وين إنه أنا أي شيء يديك له ممكن يكون فيها دلع زيادة على اللازم فيه إنه يا أخي أنا عايز الحاجة دي يلا هي شنو هي وسيلة بتاع الضغط بمارسة بمارسة لأطفال أطفال ده لذكية جداً يعني شنو أنا أمارس وسيلة الضغطة يعني مسلا هس الطفل الصغير بيبكي عشان ندوه الحاجة أول ما بقى طوال الأمجة تدته طوال بيسكت خلاص أنا معنات بكرة لو دار الحاجة تاني أب كيل يا أمي لكن أنا لما نجي أقول له لا بيعرف إنه الحاجة دي لا عشان ما يمارس معي العنادة دي أنا بدعاند ليك يعني أنت الليلة هسي أنا أشيل الورقة دي جيتة شرقة الورقة لكن ما عملت لي مدتيني الحاجة الفلانية لا أنت ما تدعاند لي لكن أنت عنادك في شنو أصلا يتناقش معه يا أخي أنت مثلا الحاجة دي مدايلة ليه أنا يا ماما الليلة ما ماشي الروضة أصلي الأطفال بالذات شفت بتاعين الروضة ديلة وبالذاتنا السنة أولى والمدرسة دي ما ماشي ما ماشي مالك يا أخ ما عندي مزاج ليه ما عندك مزاج مثلا سهجاء أنت قرفان من حاجة والله يا ماما خلاص خير الليلة أنت قلت ما ماشي هادر تقعد في البيت حتى عمشوني يعني إحنا كلنا حنمشي يا أخي أنت أنا ذاتي حمشي معاك الروضة فمسألة العناد دي هي مسؤولة منها الأم بالمناسبة هي بتزيدها وبتمقصها الأم مثلا أسنة إحنا عندنا مثلا بعض الأمهات يفتحوا لهم تلفزيون أمشى لعبه مثلا خطوا لهم لعب أو يفتحوا لهم التلفزيون الغنوي خطوهم في حتة بعيدة لا بيسألون لا بيجوبوا أخبارهم أنا بس دار رايحة راسي رايحة ضاني منهم وده خطة كبير جدا انت خلوهم معا يلا العناد هو وممكن يكون سلوب لوسيلة بتاع الضغط يدعمل بها الطفل عشان يحقق رغباته أنا هرجع لك للنقطة بتاع التلفزيون وإهمال الأطفال عشان يريحوا دماغهم لكن أنا قابلت واحدة من التجارب أنه في بعض الأطفال يعني عانيدين شديد يعني دين العدرية يمكن يا أستاذ أنت ما حد تخيل لي هم إذا عاوزين حاجة حيفضوا يبكوا ممكن ساعتين يكونوا متواصلين بك ويعاندوه لو ما أدوهم الحاجة هم يعني ما بسكتوا الأطفال واللونية والنوعية الزيدي من الأطفال هم طبعا ما صغار يعني هم وصلوا مرحلة بتاعة أربع خمسة سنوات نحنا كيف نقدر نتعامل معا بعض وصولهم المرحلة شوف هو حبك حتى هما راضين فكرة النقاش بس عاوزين الحاجة والموضوع انتهى يلا أنا عشان أنت عامل معاو في أمهات بضربه وضخطة جدا طبعا وبيزيد العناد يا أخي مش حيبك ساعتين خليه يبكي ساعتين ثلاثة ساعت بعد شو هي بفتر بس حاجة من الشغلة دي جد يعني انت عارف هما شنوما هو هما ديما شخصية عنيدة مش ببدأ يا أخي مثلا إذا كانت استوضنا إنه الحاجة خطأ إذا أنا ممكن عمل ليه بدايل إذا كان مثلا إذا كان هو صلوق خطأ أنا بعمل بديل إيه تدعاندت ليه فيه صح خليك يعني مش انت تدعاندت أنا مادر دعاند معاك لكن ده غلب وأنا ماما الليه أنا أكبر منك صح أنا بفهم وبستوعب إنت إنت أبيت له الشغلة دي خلاص خليج على كده مش ممكن إنت بعد مرات إنت كوبار قاعد تدعاندوا مرات ممكن يحموك من المصروف صح بعد ده بتجي ترجع فينه بعد بعد إنت لو لاحظت بعد ما زول بيكبر ويجي يراجع حاجاته لما كان صغير بيشوف إنه جد كان طبعا يا أصلا إنه روشكلة كبيرة في المجتمع بعد إنه توسع عنها كثير لكن عازنا نجف فيها قصة إنه دائما يعني بيرفضوا ليك الحاجة من إنت صغيرة وإنت مراهخ بيقولك لا ما تعمل كده أو ما تمشي المكان الفلاني من غير أي نقاش عندنا في المجتمع الفكرة بتاعت النقاش دي ضعيفة جدا يعني الناس ما بتتناقش مع الأسرة أو مع الأولاد تحديدا يعني في إنه ده صح أو غلط أو الليلة أو ما عندنا السلوك ده في الأسرة أنا أقول لك حاجة دي مشكلة يعني إحنا كبهش إنتمعين إحنا عدناغش فيها وهنعمل فيها بخوص في إنه آآ تسلط الزولة الكبير إنه هم الصح حتى عاداتنا وتغاليدنا إنه الزولة الكبير هو صح إنه الأطفال ديل ما عندهم مساح إنه الولد الشاب ده ما عندك يا زول ده زول أكبر منك وبالمناسبة ده هسي حاليا لو لاحظت الراهن الموجود ظهر فيه نياق الشباب ديل عندهم كل مطلوب ما يخلون و اسبط وجوده لكن باسورة يلا زي الطفل ده ممكن اعمل لي سورة في البيت ما 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 sometوie ccoه وكلام لمدة ما ممكن ما اتنوع الملمنين بأنه على السورة صحيح انتص 나왔م يعني منحل بس لك الحاجة دي في حاجة معقولة منطقية ممكن أنا أعمالة لله طيب أيوة عدم سماعان الرأي الآخر جدا أقول لك حاجة دا ما جيلنا إحنا الجيل الفات جيل ما أنا مش ما جيل المتسلط إحنا الناس يتربد عليه يا أخي وضيب الجدا نقعد ناغش أنا نقشتها في كم مجالات في كم ورش في النه يا أخي كلام الكبار والما عنده كبير يشوفه كبير أي نعم احترام أيوة الكبار عندنا لكن كمان إحنا ندي الناس الصغار ديال حقهم أي ما إحصل قم يعني شنو أنا الليلة مثلا زي ما قلت لك أتعامل معه بنقاش إذا افترضنا إنه إحنا يتعاملنا بنقاش الراهن الموجود ما كان حيكون فيه لو ودينا مساحات لشباب مثلا إحنا أسف البيت على مستوى البيت مثلا إنت بتلقى أبوك قاعد إنت ما حتقدر تمارس سلطة على أختك في البيت يا زول ربوك ما فيه صح؟ رغم أنه ممكن تكون سلطتك أي تقمع بأي فكرة كانت بالفهم المتخلص ذات بفهم الشارع اللي أنت بتجيبه يلا نحن بنرد من البيت أيوة أي زول نقعد فيه طاولة ده يعني بفهم ثقافي جد نقعد فيه طاولة بطاعة حيواني أنه ياخد أي زول عنده رايو زي ما هو الزول الصغير عنده رايو الشاب عنده راي عنده فهمه ونقعد نتناقش يعني ما خلاص ماينت عشان أنت تزول الكبير ما أنا الكبيرة بجيب أقول لك لا ده كده لكن أنت تناقش معاي أصل لنصل لنقطة بتاعة التغى بيناتنا إحنا الانين فجد دي مشكلة ودائر اللي بالمناسبة نقاشات كبيرة جدا نقاش كبير نحن نصددك في المحور ده تحديدا لكن خلينا نمش معك تاني لجانب مختلف في الظروف اللي إحنا فيها حاليا والعالم المفتح تأثير السونشال ميديا أو الإنترنت والتلفزيون على الأطفال وإحنا كيف ممكن يعني نسيطر عليهم في ظل الإنفتاح ده طبعا الكلام ده إحنا درسنا بدري جدا فينه يا أخي العالمة وآثارها الإنترنت العالم المفتوح تلقى دايما الناس بتتناغش فينه يا أخي ده العالم الحلم ده مع إنه مفتح من بدري جدا إلا إحنا في السودان تحديدا يا دوب وإحنا عندنا حاجة عندنا مشكلة عندنا قلت أكبيل فينه الناس الكبار هم اللي عندهم فهمون لأنه وسهل هم الحاجة دي ما عملوا لو كان عملوا زمان كان ناس بقول لك ما مشكلة يا أخي ما يخلش على الإنترنت طيب آثار شنو لما يبقى إنه أرحلت الوعي من هو طفل صغير إحنا وعيناه طي صح طي ما صح دي مثلا دي كبار دي يحضروا ناس كبار دي يحضروا ناس صغار إنت في عمرك ده عندك حتات معينة ممكن تخش لها جميل يلا الطفل عنده حاجة إنه بحب يكتشف عنده الرغبة في الاكتشاف يلا أنا لما نجي أمنعه الحاجة المانعيني دي منه اللي إيه ما نعيني منه لازم أنا أتناقش لازم أعرفه إنه دي شنو الممنوع ده الممنوع مرغوب يلا أنا عشان أمنعك لازم أجي أقول لك يا أخي أنا مانعك ما هسي أنت ممكن الموقع ده تفتحه لكن بعد تبقى عمرك شوية كده حتى بتلقى في المواقع إنه بعد عمر 18 سنة يعني أنت هسي حاليا ما بهمك كثير في إنك أنت تفتحه أنا ما عندي مشكلة يعني عشان شنو الحاجة ده ما يعمل وراي لازم أي حاجة أيوة خلينا أمشي معك يا أستاذ والزمن خلاص داهمنا عندي سؤالين مهمات يعني في بعض الأهباب يكونوا منشغلين عن أبناءهم نهائيا يعني نسبة لظروف الشغل إن كان داخلية وإن كان لظروف الإغتراب فالأم وحدها بتربي الأطفال ده جانب السؤال الثاني بيقول لك والله يا أخي في الغيابة الأبو بيقول لك ده تربية أم والأم طبعا معروفة إنها هي زولة حنونة وزولة عاطفية بيقول لك والله ده تربية مرأة وفي بعض الناس بيستعروا بالناس من الشباب أو من البنات بيقول لك والله ده ربته أمه فعايزين نكلم عن المحورين دي القبال ما نختم معك طيب بنلقى جد صراحة الإشكالية لقاعد تواجه مجتمعنا إيها تحديدا أو المجتمع العربي عموم في إنه إن شغال الأبو دائما في إنه ياخنا مشغول يعني حتى لو خليوا الخارج السودان أو داخل السودان أن إحنا مشغولين يعني هسي بيقول دي مشكلة كبيرة يقول إنت أديهم مساحة ما هم دل أولادك لازم تديهم مساحة من زمنك مهما كان مشغول يعني هسي مرات ممكن نزول يطلع من الصباح يخليهم نايمين إيجي لقوم نايمين بتحصل كثير بتحصل يعني مرات ممكن شهر شهرين ما تشوفهم الأم على عاطق كبير جدا حاليا إهمال الزوجة المافي عليها ضغوط نفسية ضغوط اقتصادية دي كلها صعب عليها إنه تقدر كيف تتحمله بنلقى فيه أمهات الأمهات الوعيات جد صراحة فيه شباب والله يشار لهم بالبناء في إنه يا أخ ديل ربتهم مره جد هم مقويسين يعني ما كلهم لكن بنلقى إنه الأم لما تبقى حشة سهلة لينا بعيدة عن عن حاجات كثيرة في إنه يا أخي ممكن تربي زول أو تربي عدد منه وميطلع معما ما صالح مسلا بتبقى المشكلة فيه إنه يا أخي وجود الأب مهم أنا الليلة هم معين جمزني إنت قدرت جيبت أولاد زمهم شنو في إنك إنت تحملهم يعني هسي الليلة أنا لو جيت يا أخي معقول ساعة ما هتلقافي من زمنك إنك تقعد معهم ساعة من زمنك الدعمي شاح لأولادك في إنه يا أخي مشكلتهم شنو بالمناسبة بس الأولاد يعني في بعض الأطفال أو الأولاد لما ليكبروا يتمردوا علي أبوهن أو علي أمهم اللي أنه ما بيقعدوا معهم ما بيتناغش معهم حتى الأم مرة تلقى الأم ذات شغالة يا أولاد أنا ما فاضي لك القروس تلقاه في الترابيز وإنا ما عاشي ما فاضي تحصل كثير آي يلا هو هنا بكون عايزة زول يتكلم معاه الشباب ممكن يعني برضو ما بدك مساحة الأم أو مساحة الأب أو حضن الأسرة أو دفاء الأسرة فدفاء الأسرة ده حاجة مهمة جدا في إنه يا أخي أنا لازم أستقطع من زمني جد صراحة في مشاكل مشاكل كثيرة جدا قاعد تواجه أطفالنا وبتواجه أولادنا بعد ما يكبروا في إهمال الأب وإهمال الأم مشكلة كبيرة جد يعني الفاغذة التربية والموجود ممكن يفشل في حاجات كثيرة يعني الأولاد بالذات البنات ممكن الأم تقدر تشممه جد الولد صعب الولد دائر أبو في إنه يا أخي كيف حدد له حاجاته ممكن تعال حدد له حاجاته واحد نين ثلاث طيب انت غضوه ليو طيب يا أستاذة الزمن انتهى بس سؤال أخير وإجابة مختصرة هل الأطفال الأول الأولاد أو البنات اللي بتربية أمهم بيطلعوا يعني ممكن نقول لينين ما عندهم شخصية شخصيتهم ضعيفة ممكن يعني تحصل الحاجة دي لا لا ما بتحصل ما بتحصل ما بتحصل جميل أستاذة نعمة فضل فضل السيد محمد فضل السيد والله إحنا نبسطنا جدا بالمساحة الصغيرة أتمنى أن تكون شوية أوسع لأنه في كتير من النقاط مفترض نجيف عندها لكن إن شاء الله في مساحة توسع من كده حتكون معنا الأستاذة نعمة عشان إحنا يتكلم فيها وشكرا لك كتير ونورتي شاشة من درمان شكرا لك تسلم تسلم ديك العافية الله يديك العافية